موسيقى كما قلت قبل الفاصل ضيفنا اليوم ضيف مميز جدا لأنه بطل أردني بلعب جنباص أحمد أبو سعود لأنه أخوه صاحبي بحبه كثير فاليوم الإصلاف غير شكل كنت أتمنى محمد أخوله أحمد يكون موجود معنا اليوم بنمسي عليه بالخير أكيد هل هو بالشغل أحمد أبو سعود حصل على جائز على ميدالة ذهبية في بطولة آسيا للعبة عشان أنا أكون متأكد من اسمها جنباص لا نسألت جنباص لا كنت القدم اسم الجهاز على جهاز حسان الحلق حسان الحلق أو 100% وإن شاء الله أكمن يوم يومين ثلاثة راية على بطول الكأس العالم في تركيا أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك كيف الحال الحمد لله كيف الأخبار حكي لنا قليلا عن حالك لو سمحت كيف تدرس أو كيف درست يس أنا عمري 24 سنة يعمر كله نبلس جنباص أنا عمري 24 سنين طبعا إن شاء الله فصل لي 12 سنة بلعب واو ودرجت رياضة بالجامعة الأردنية فكانت حياتي كلها رياضة من أنا وصغير لكبير الحمد لله إن شاء الله وحلق حالياً لاعب أوكي وبدرب على الخفيف عشان ما أثر على تمريني أوكي والحمد لله يعني إتحاد ما عم بيحاول يدعم قد ما يقدر من هذه الناحية فإن إحنا ما نضطر نشتغل جنب فالحمد لله أنت لا تشتغل شيء غير لا لا أمام بس مركزة تمريني تصرر حسنا حكي لنا عن رحلتك ببطولة آسيا وعن الحركة التي تسجلت باسمك كما قالتنا حسنا الحركة قبل البطولة قبل البطولة آسيا كانت في سلوبينيا خططنا الحركة أنا المدرب من تقريباً ثلاث أشهر قبل البطولة رهيب على أنه نعمل حركة جديدة وصرت أنا أجرب هيك هيك لكن نرى الحركة موجودة بالقانون ليس موجودة والحمد لله من أول مرة أنا عملتها هذه الحركة لا الحركة بالفيديو هذه كانت بطولة آسيا هذه الذهبية لها آسيا فأخمة نعم فالحمد لله اعتمدوها بالقانون الدولي للجنباز رهيب نستنى بس أن يبعتوا أبديات للقانون أن الحركة صارت مؤتمدة ماذا سيكون اسم الحركة بالله؟ أحمد أبو سعود يا سلام كبير رهيب يا الله شوف هذا تشألب مثلاً أحمد أبو سعود أنا لا أستطيع التخلاف التي تحدثني بأي مطعم سأكون مبسوط اليابانيين ستغلبون فيها أسأل أحسن أمد أبو سعود لا يهنقون بأسميهم لكن لماذا أستحملني أحمد؟ نحن نتحدث عن الذين يتابعونها عندما تتحدث عن آسيا أنت مع أي دول تنافس سميني الدول التي تنافس معها صين صين يابان صين يا جماعة الخير ملوك مليار ماذا؟ هم ملوك الجنباز يابان كوريا كوريا كازاخستان تحية كبيرة لك كمان مرة تحية كبيرة لأبو غوش اللي أنتوا قدرتوا يعني وإن شاء آسيا مستهلة يا زلمي أكيد أقوم زي بطولة العالم وما تحكي الصين ولا اليابان لسه هلأ كنا من نحكي بالفاصل لأن اليابان قد ما هم مجنين يعني هم كوكب نعتبرهم شاه فهي عم نشوف هذا أداءك ببطولة آسيا هذه بطولة آسيا بمنغوليا أنا إن شاء الله عليك فاخر أي حركة أنا كثير عندي فضولة الآن سأحكي لكم من الحركة التي اخترعتها عملتها برضو بالبطولة عملتها بالبطولة حلو نعم هذه حركة المفضلة طب بصير نستغل الفرصة ونحن نتفرج على الفيديو هكي ندردش أنا وياك عمرو يجاك نقد بنا نقد حفواً هالدام وإنه ما هو المسخرة أنت تضلّك تنطنت وطبعاً تستفيد من هذا الحكيه هذا ما مفروض أنه دائماً أنه عفواً حكر بمجتمعنا يعني نظرة مجتمعنا أنه مثلاً بجوز مش رياضة رجولية بالضبط هي دائماً كانت تتيجي أنه للبنات هي أكتر رياضة يزمدك تضلّك تليف شو بدك بكرة متخلص بتلقي الشغل ومنها الحكيه بس بدي أوصل للناس أنا أكتر أنه لأ هي رياضة يعني كتير حلوة مميزة عن باقي رياضات بتشغل كل شيء فيك بدها قوة بدها مرونة للاياقة لازم من عمر صغير مش إشي سهل مش إشي سهل أبداً بالضبط وهي أصلاً يعني من الأول بلاشت للمن قبل الومن مميزة بس هي هاي فدائماً كان فيه بس موضو فيه كتير ناس لأ بشجعوا وهيك يعني مفهومة رياضة تحسن لنا بالبلد أكتر أكتر من زمان صار فيه وعي صح بعد طبعاً كمان أحمد أبو غور يعني تحية إله طبعاً تتنافس مع بجوز فوق الستين واحد صح؟ كان خمس وستين لاعب معي بآسيا خمس وستين لاعب بآسيا يعني أنت واحد على خمس وستين لاعب بمصطلحنا الأردني مقلعين بالضبط فست عليهم حمد رهيب مين معك في المنطقة؟ كان حلو معي زميلي مجزي الحمود وسليم نغوج لسه ناشئ يعني دخل على الرجال الجديد وإنسان الله سيسافر معي كمان ثلاث أيام في تركيا بكأس العالم بطولة العالم إن شاء الله سيكون في شهر عشر سيشارك بها فوق 250 500 لاعب هاي كل العالم يأتي عليها هي المؤهلة للأولمبياد فمصيري هناك بهاي البطولة إن شاء الله فهذا القول اللي نشتغل عليه هلأ كيف حضرت لها؟ تحضيراتكم عموماً لكأس العالم لكأس العالم لكأس العالم بالبطولة الماضية رفعت عندي صعوبة الحركات رفعت عشرين زيادة صرت الآن بنافس على الناس الطب على البطولة بالستارد فاليو هي مجموع الحركات التي تعملها وصعوبتها وتظهر الرقم هو الذي يحدد الصعوبة كم هي عالية فهلأ أحضر لها كثير منيح وأنا الحمد لله جاهز بعد ثلاثة أيام سافر فأكيد الهمة عالية وإن شاء الله سنعود كمان دهبية يا رب يا رب تفرحنا صراحة يعني كل شيء يحسسك بالفخر يعني إنجاز يذكر لكل ليس أقول كل شاب أردني لكل مواطن أردني سواء شاب أو بنت وسمعت أن السفير الصيني أو الياباني الياباني يعزمكم وعملكم تكريم أو شيء أكل سوشي أكل سوشي أكل سوشي أكل سوشي أكل سوشي ممكن مع سماكنين كل شيء عندهم سماكنين لأننا تعذبنا بالأكل كان في اليابان هم عسكر أسبوع يعني تن ديز إيجادت من الوزارة الخارجية والسفير الياباني كان موجود وكتير كانت حلوة يعني استقبلونا يعني أحلى استقبال فخم نعم وزيرة سفيرة الأردنية وبرضو طلعت عزمتنا على العشاوك وكتير كانت كتير حلوة حلوة يعني ودربنا برضو مع يوشي مورا هذا هذا كينغ أخذ سفن درجة أني بعرف اسمه نعم هو اللجند طبعا دربنا معه يوم كانت كتير حلوة فخم يعني رياضة الجنباز أنا أحس مهضوم حقها في الأردن لا لدي أجهة تحية لياسمين خير صديقتي أنا أعرفت الجنباز منها يعني فما أحس لا أخذ حقها لماذا؟ لأنه لا يوجد جمهير كفاية في الأردن أو لأنه بجوز بتاريخنا أو الهيستوري في الأردن لم يكن لدينا أبطال مثلاً جنباز مع أنه أنا متأكد أنه كان فيه ولكن أنا لا أعلم لا، كان فيه لدينا أبطال بس هي الشغلة بالإعلام يعني الناس لا تعرف ما هو الجنباز كثيراً تسألهم وليك جنباز يعني بتلفلف بالهواء ما عندهم أي معلومة عنه طبعاً هذا ما نعمل عليه نحن بالاتحاد كثيراً وهلأ بدأوا يتجهوا أكثر أنا الجنباز فيه نادي بيجوا ناس عدد كثيراً كبيراً بيحاولوا أنهم يتعرفوا وينبسطوا يعني لم أرى شخصاً بيحكي لك الجنباز بس هو يريده حداً أنا أستمتظم بالأولمبيك أظن أن أظن أن أظن هو شيء كثيراً لا تفهم أي شيء بس أنا خلص أريدها هي شوية توعية بس أكثر عندي فضول تعرف كيف بكل مرحلة في حياة الشخص عندما يتابع هواية معينة ويقوم بلحق ورحل هناك لحظة تشعر فيها أن هذه اللحظة التي أعرفت فيها أنه أنا بعشق الأشياء اللي أعمل وإمتى كانت هذه اللحظة وهل كانت شيء منها كل شيء من حد ثاني صحيح كنت أخذها من لعب الحارة من لعب مكان ولكن الجنباز ما خطر على بالك هلأ وأربع سنين أنت تتحدث هلأ أنا أبوي وداني بدون وعي أنا ما كنت أعرف أشياء الجنباز دخلت فيها مع التمرين وهيك كان شيء حلو الناس يحكوا لي واو فإشيء شدني كثيرا وعلى ست سنين كنت بالمنتخب وفلشت أمشي فيه فشفت أنه لا هذا الشيء اللي بديها شيء حلو صرت لما ما أروع التمرين أشعر أن هناك شيء غلط بيومي يعني أريد أن أتدرب فهذا هو الأشي اللي دخل فيه أكثر بس بـ 2016 كأس العالم بتركيا هذه اللحظة جبت برونزية هي كانت أول بطولة إلي بكأس العالم أي بطولة؟ تركيا بـ 2016 جبت ثالث كأس العالم كانت أول ميدالة إلي يعني هيك في وقتها عرفت أنه لا أنه أنا يعني هذا المكان تبعي طبعاً هنا أنا بلشت أشتراحي أكثر وأكثر وأكثر طب بدنا ياك تفرفح قلب الشعب الأردني كله بكأس العالم إن شاء الله أعرف أنه تحدي مش سهل أبداً وبعرف أنه بجوز فيه كثير أبطال جنباز عالميين رح يشاركوا معك بها البطولة أم أم باستنوهم فيه عناي آه يا سلام عليك أقعد له مترب بصنف أعرف أنه بجوز مصروف عليهم أكثر وعشان بلادهم وإمكانياتهم والآخرية بس كنا بنأمن فيك وخلينا خلينا خلينا نطلع على على الدهبية إن شاء الله على الدهبية ولازم هيك معلومة سريعة أنه نشكر سمو الأمير الرحمة اللي لو لاها بجوز ما فيه جنباز بلو من زمان معانا كل خطوة ما قصرت معانا أبداً شكراً كثيراً لها أنا شكراً لها بجد تحضر لكم كل شيء ومعكم متابعة حتى بطولة آسيا فش نزلت عن الجهاز عرفت أني أول على السريع رنت حكت لي باركت لي وعلى حركة نفس الأشي شكراً كثيراً شكراً كثيراً هذه دعم ما فيه جانب مشرف نحن أمت شوفي أنا لا أريد أن أطخ على أندية ولا على هذا العائلة الملكية لدينا غير عندما تضع إيدها بشكل أو تدعم شيء فخم جداً ولكن أيضاً نريد أن ندعم القطاع الخاص لماذا لا يكون لديه من شركة خاصة لا أريد أن أقول حكومة ولا إتحاد دعم جمهور نحن تشجع أن هناك أردن يطال فيه عالم سيرتفع هناك نشهد الوطني سنغنيه كلنا عندما يأخذ الميدالية دعم إعلامي دعم أنا الأولى شكراً فهمت علي هناك الكثير من الأشياء ممكن هناك الكثير من الأحمد من الأشياء من الأشياء الآن بالضبط لأن هناك الكثير من أحمد أحمد سارة وسعيد وكل يأخذ جوائز وأمور جميلة وميداليات جميل أن الأردن تأخذ ميدالية برياضة جنباز نحن نفسنا نحن نعرف عنها جميل أن نحضر افتتاحية الأولمبيكس مثلاً فريق الأردني يا رب يا رب شكراً تحب تحكي شيء قبل أن ننهي المقابلة أكيد شكرنا سمو الأمير الرحمي على دعمها ما قصرت أشكر اتحادي أيضاً لأنه رغم الإمكانيات كل شيء دائماً بوقفوا جنبي ويحاولوا يساعدوني قد ما يقدر وما بيقصد ماي أبداً ومدربي أكيد وشكر أخير لأبوي الله يطول بأمره لو لا كان أنا هلا ولا أي شيء هو مشاني على الطريق الصحب من أنا والصغير فكل شكر إلوه وشكراً لأستدفتكم الحلوة حبيبنا أحمد الله يطول بعمر الوالد و بأعمار أبهاتنا كلياتهم يا رب و يعطيهم الصحة والعافية آمين أريد أن أقول شيئاً قبل أن نخرج فاصل أنه إن شاء الله يعني هيك من هون لخمس عشر سنين أيوة يكون مثلاً واحد صغير يستضيفه فريق كارفان وقتها أوكي يحكي كارفان ديضل شغال بعد هش سنين أبداً لا لا يكون إيش يحكي مثلاً يحكي يحكي أنا كنت أطلع على أحمد أبل سعود وهو كان قدوتي وهيني اليوم صرت زي و لعبت جنباز عشانه طبعاً هذا أحلى شعور بصراحة لا أفتح يأتي من صغير بصراحة كثير حلو أن نشجع الناشئين لدينا كمان هل يتطلعون ورؤون ميداليات كثير أشياء فوزت أو لم فوزت فخورين فيك نريد الفوز نريد الذهبية بس لما فوزت يسعد قلبك و إن شاء الله السنة اللي بعديها حبيبنا أحمد بس لطلع